اشتركوا في القناة لبنان نعم يتعرض للخطر وتغييرات عقد بعد عقد بعد عقد عم يتراجع بأشياء كثير وفي كثير من اللبنانيين عم يغادروا لبنان عم يغيروا وجه لبنان هالمغادرة هاي ما عم تجي من كويت عم يعمر فيلا بحمانا او من فلسطيني قاعد بلبنان غصب عنه عم يجي لأن بلبنان ما بقى عنده ظروف حياة وظروف وظائف وشغل لأله لأولاده يبقى بلبنان يلي عم يترك كسروان او وادي النبين او جرود البترون ليه عم يترك ما في شغل لأن ما في شغل لبنان اليوم اذا خدنا قدرت اللبنانيين والمزايا الموجودة في لبنان ممكن دخل الفرد في لبنان يكون بالقليل تلات اضعاف ما هو الان دخل الفرد في لبنان اليوم 8000 دولار امريكي تقول لي مش واطي اذا اسناه ببعض البلدان اللي حولنا ان كانوا عربية او غير نفطية لبنان قادر يكون بالسروات اللي عنده تحديدا البشرية ولكن ايضا طبيعية يكون باضعاف هالمستوى هيدا ويكون الصبية او الشاب اللي بيتخرج من الجامعة قادر بوظيفة وينما كان باي شركة باي مؤسسة يقدر يبلش حياته شو يأسس حياته يعني يدفع عجار بيته يأكل ويشرب ويعيش هاك كانت الاوضاع بالستينات اللبنان قادر يكون بهالمستوى اللبناني عم يغادر لبنان مش لان كويتي عم يجي يشتري فيلا ويعيش فيها شهرين او جمعتين بالسنة عم يغادر لان لبنان امنه معرض ليس هناك من حماية للبنان اليوم وهذا الخلاف الاساسي بين اللبنانيين كيف نحمي لبنان عنا رأي نحن واضح بانه الوضع الحالي لا يحمي لبنان وهذا موضوع موجود بالحوار بناء الدولي لا يمكن اللبناني يتأمل باقتصاد من هالنوع اللي عم نحكي عليه والدولي ما نقدر تفرض الانون وتحمين الناس من بعضها لا يمكن الا بادارة تقدر تعمل بناء تحتية معقولي فشل لحد هلأ النظام اللبناني من انه ينتج هالأمور هاي هو عم يخلي يقعد بانوبين او بكسروين او بالبترون يترع مش وجود عربي بي علي او مشكلة الطوطين بس هذا يطلح على المت